أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن هناك علاقات قوية وصداقة تاريخية تجمع بين مصر وهولندا مشرددا على وجود إرادة سياسية مشتركة لدفع وتطوير العلاقات الثنائية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع نظيره الهولندي كاسبر فيلكام هناك علاقات طيبة وعلاقات صداقة تاريخية تجمع بين مصر ومملكة هولندا وبالتأكيد هناك إرادة سياسية من قيادتي البلدين بمزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات كان هناك اتصالا هاتفيا منذ عدة أيام بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس وزراء مملكة هولندا وكان الاتصال الهاتفي جيدا للغاية وبالتأكيد تم فيه الاتفاق بين قيادتي البلدين على مزيد من دفع العلاقات بينهما خاصة في المجالات السياسية وأيضا المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتم أيضا تبادل الرؤى بين قيادتي البلدين حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية